السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحصرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبداً وجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة اللهم أمين يا رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى أبي بكر رفيقي في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصاً المهاجرين والأنصار وسلم تسليماً كثيراً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله أهلاً ومرحباً بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل وفي هذه السلسلة التي في برنامج درر المسائل أيها الآباء اهتموا بتربية الأبناء أيها الآباء اهتموا بتربية الأبناء وذلك انطلاقاً من آية صورة التحريب يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا الآية ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته نعم نعم أيها الأحبة فلماذا لا تحاول أن تزرع الإيمان في نفوس أبنائك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً فمثلاً ترغب ابنك في أن يؤذن في المسجد فالمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رغبه وبين له الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة فترغبه من خلال هذا الحديث وتقول له ثبت يا ولدي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء النداء اللي هو إيه؟ اللي هو الأذان لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول شوف الناس يكونوا في المسجد جالسين ويتهاول ولا يتسابق إلى الصف الأول مع أنه أتى يعني أول واحد أتى المسجد وربما يصل في الصف الثاني في الصف الثالث يا أخي إن الله قد أنعم عليك وأتيت مبكراً فأنت يعني أنت أولى بالصف الأول يا من أتيت مبكراً فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا يستهموا عليك يسوون قرعة يسوون قرعة وذلك لعظم أجر الآذان ولعظم أجر الصف الأول ولو يعلمون ما في التهجير التهجير يعني إيه أي التبكير إلى الصلاة لو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه لو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه فمثلاً في صلاة الجمعة يعني من أتى في الساعة الأولى كأنما ضحى ببدنه ومن أتى في الساعة الثانية كأنما ضحى ببقرة ومن أتى في الساعة الثالثة كأنما ضحى بكبش ومن أتى في الساعة الرابعة كأنما ضحى بدجاجة ومن أتى في الساعة الخامسة كأنما ضحى ببيضة ومن أتى بعدما يصعد الخطيب في المنبر فالملائكة تطو الصحف وتجلس لاستماع الذكر يعني لا يسجل فالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال في البخاري ومسلم من حديث أبي هرير رضي الله عنه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة العتمة لي صلاة إيه صلاة العشاء ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة حبوة يعني إيه يعني على إيديهم وركبهم على اليدين والركبتين هذا معنى حبوة على اليدين والركبتين ليه لنعرف عظم فضل هاتين الصلاطين على التخصيص ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاطين على المنافق أثقل صلاطين على المنافق الفجر والعشاء صلاة الفجر خاصة في طوبة في البرد في المربعينية المطر نازل والبرد الشديد والاستدفاء لذيذ ومحبوب إلى النفس وإذا بالمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فتستل نفسك وتنتزع نفسك من هذا الدفع من الفراش وتقوم لما هو أحب إليك هل الفراش محبوب إليك؟ نعم هل الدفع محبوب إليك؟ نعم ولكن الله سبحانه وبحمده أحب إليك من هذا والله تعالى قال فأتوا بمرهانكم إن كنتم صادقين فأنت برهنت على محبتك لله عز وجل وتركت راحتك ومحبوبك ودفعك وقمت تلبي نداء الله عز وجل وأنت تسمع المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم فقلت بلسان الحال والقال الصلاة خير من النوم نعم وهنت لما تسمع المؤذن وأنت تقول مثل ما يقول المؤذن حي على الصلاة تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله فتكون قد جمعت بين الروايتين قولوا مثل ما يقول المؤذن والرواية الثانية إلا في الحي على تين تقول حي إيه؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تقول لا لا أقول بس لا حول ولا قوة إلا بالله خرص لا خلاف بيني وبينك في هذا وإن جمعت بين الروايتين طيب وإن قلت عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله فلا خلافة إن شاء الله أيوة ثم بعد ما تسمع الأذان تصلى على النبي يعني تقول إيه؟ اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما وركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد فأنت تقول مثلما يقول المؤذن تقول مثلما يقول المؤذن ثم تصلي علي أي على النبي فيصلى عليك عشر عام أي نعم وبعد أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة أبعثهم وقام محمودة الذي وعدته بهذا تتحصل على شفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد ما يقولك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الدرجة الرفيعة دي مش واردة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أينها كذلك يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة وقال محمود الذي وعدته إنك لا تخذف المعاد إنك لا تخذف المعاد من آل العلم حسنها ومن آل العلم قال أنها لم تثبت البتة فإذا يعني اكتفيت بالآتي أولا الصلاة الإبراهيمية ثانيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي عدته بذلك تحل لك شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه فأنت تقول لولدك الذي تريد أن تزرع فيه الإيمان يا حبيبي يا إبني يا عيني يا قرة عيني هل تريد أن يشفع فيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسكت يقول يا ولدي أنا أسألك هل تريد أن يشفع فيك إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم نعم يا أبي تقول له أنا أدلك على طريق الشفاعة إذا سمعت المؤذن يؤذن في الصلاوات الخمس في الفجر والظهر والعصر المغربشة فقل مثل ما يقول المؤذن في الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالآل ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وعثم قال محمود الذي عدته بهذا تحل لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقول لولدك هل تريد أن يغفر الله لك ذنبك يسكت تقول له يا ولدي الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل دي من ألفاظ العموم والشموط وخطاء صيغة مبلغة على وزن فعال أي كثير الخطاء كلنا كذلك كل من آدم خطاء من صيغ العموم السبعة كل دي كل من آدم خطاء وخير الخطاء انتوابوا فهل أنت تخطئ يا ولدي نعم هل أنت تذنب يا ابني نعم هل أنت تقصر يا ابني نعم طيب أنا أدلك على طريق المغفرة من الغفور الغفار تريد يقول نعم أريد طيب أنت إذا سمعت المؤذن قل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبدوه ورسوله ها وأن محمدا عبدوه ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمدا رسولة وبالإسلام دينه إن قلت هذا اقتداءا وتأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ذنبك غفر الله لك ذنبك لبأ أنت قلت له حينما أردت أن تزرع الإيمان في نفسه قلت له يا ولدي حافظ قدر الاستطاعة على أن ترفع الآذان أين نعم طيب ليه المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة هذا في صحيح مسلم حديث معاوية طيب ليه لأن رسول الله قال لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهموا عليه ولو تعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى الصلاة لاستبق ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهم ولا يحبوا هذا في الصحيحين بارك الله فيك نعم هذا في الصحيحين فترغبه في هذا ثم ماذا تقول بعد الأذان تقول كذا إذا أردت أن يكفر الله لك وتريد كذا إذا أردت أن تتحصل على شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن ناحية الصلاة على النبي والدعاء بطلب الوسيلة هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه طيب في الحديث ما في البخاري من حديث عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصاء أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال له أي أبو سعيد الخدري قال لعبد الله ابن عبد الرحمن الصلاة إني أراك إني أراك تحب الغنم والبادية إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك للنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن أو إنس أو شيء إلا شهد له يوم القيامة أي جن أي إنس أي شيء شجر حجر يشهد له يوم القيامة قالوا ها الشجر يشهد نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبيح وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فالحجر والشجر والأرض والأرض ستشهد يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها هذا مشى علي لطاعة الله لأداء الصلاة الخمس في جماعة للإصلاح ذات البين للأمر بالمعروف بالمعروف للنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمعزة الحسن لصلة الأرحاب إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات الطيبات المباركة وهذا مشى علي حتى يقع في الفاحشة وهذا مشى علي لينم بين أسرتين أو قبيلتين أو فردين أو دولتين أو ما شاكل ذلك وهذا مشى علي حتى يسرق وهذا مشى علي ليصل إلى مكان كذا فيرتشي إلى غير ذلك الأرض تشهد على الإنسان فهنا في الحديث فارفع صوتك بالنداء فما من جن ولا إنس ولا شيء إلا ويشهد لك يوم القيامة نعم إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله سلم كما ثمت ذلك في البخاري واعلم أنه ثمت في الصحيحين من حديث أبي هرأي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلي صلى الله عليه قال إذا نودي بالصلاة إذا نودي بالصلاة إذا نودي بالصلاة لرفع الأذان أدبر الشيطان الشيطان هرب جرى ركد أدبر الشيطان له ضراق حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أي خلص المؤذن للأذان أقبل حتى إذا ثوب للصلاة يعني حتى إذا ثوب للصلاة يعني حتى إذا أقيمت الصلاة هذا معنى حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب انتهى من الإقامة أقبل حتى يخترا بين المرء ونفسه الشيطان يبدأ باه يوسويس لك يقول أذكر كذا واذكر كذا حتى يذكرك بأشياء أنت نسيتها أصلا حتى يظل الرجل ما يدري كم صلاة يا ربي صلاة ثلاثة والأربعة في الظهر أو العصر أو العشاء في الصلاة الربعين صلاة واحدة والثنتين في الصفاجر صلاة اثنين والثلاثة في المغرب فيقول أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلاة نسأل الله صراع بين أهل الإيمان والشيطان صراع بين أهل الإيمان وحزب الشيطان والشيطان حريص على إفساد عقائد العباد ليضلهم عن سبيل الله حرب بين المؤمنين والشيطان والعياذ بالله والشيطان يستخدم أساليب متنوعة وطرق شتى لإلهاء بني آدم فهو يعرف ما يشغلهم نسأل الله أن يعيذني وإياكم منه اللهم أمين يا رب العالمين إخوة الإيمان وحبة الإسلام بهذه الكيفية وبهذه الطريقة تزرع الإيمان في نفس ولدك وأنت وأنت تحببه في الطعاء ها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة هكذا يدعو الإنسان بارك الله فيك ويلح على الله عز وجل فيبين له الفضل يقول له يا ابني أنت مسلم وفي قلبك لا إله إلا الله وأنت حرمتك عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة أنا أريد منك أن تكون حريص على الصلاة الخمس في جماعة لأن الله سبحانه ومحمد خال في صنة البقرة وأقيم الصلاة وأات الزكاة واركعوا مع الراكعين وهذه الآية الكريمة دلالة على فرضية صلاة الجماعة على أعيان الرجال فيا أيها الحبيب المحب بهذه الكيفية تزرع الإيمان في نفس ولدك وتحببه في صلاة الجماعة وفي سائر الطعار حيث قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وأاتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فأنت تبين له أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال تبين له الفضيلة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح أنه أنه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد بسبعين وعشرين درجة تبين له بارك الله فيك ما قاله ابن مسعود في صحيح مسلم من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم وما كان يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهدى بين الرجلين حتى يقام في الصف فتود تحبب لابنك صلاة الجماعة وهو يرى بأم عينيه يراك بأم عينيه ذاهبا إلى صلاة الجماعة لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما نتفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما نتفعلون وقال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون أسأل الله أن لا يجعلنا من هؤلاء وأن يجعلنا من من يأمر بالمعروف ويأتيه عبودية لله عز وجل وينهى عن المنكر ويتجنبه عبودية لله عز وجل فإن ذلك أدعى للتأثير في من أمامك إن كان ولدك أو غير ولدك إن كان ولدك أو غير ولدك نعم أيها المبارك نعم بيّن له الفضائل من صلى الصبح فهو في ذمة الله هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إيه في ذمة الله يعني في حفظ الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني يا أيها الناس لا تتعرضوا بسوء لمن وفقه الله تعالى إلى صلاة الفجر في جماعة فإن هذا ولي الله والله تعالى قال في الحديث الصحيح من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب قد آذنته بالحرب وأنت تعلم أيها المسدد أن الحجاج ابن يوسف الثقفي أرسل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإلى ولده سالم وسالم من التابعين وعبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما كما تعلم أنت فأتى سالم وعبد الله بن عمر وكان الحجاج قد بنى قصرا جديدا منيفا فلما دخل عليه أخرج الحجاج سيفا ونطعا نطعا وقال لسالي خد هذا السيف وستجد رجلا أمام القص تفصل رأسه عن عنقه تفصل رأسه عن جسده تفصل رأسه عن جسده والحجاج لا يناقش كما هو مشهور عنه أي نعم وهذا هو النطع النطع يعني مفرش من الجلد يفرشه حتى يأتي الدم عليه فخرج سالم دون أن يناقش الحجاج فلما رأى الرجل أمام القص سأله سؤاله قال هل صليت الفجر في جماعة اليوم قال نعم قال هذا طريقك امضي ثم عاد سالم إلى الحجاج فنظر الحجاج إلى السيف فلم يجد عليه آثار دم ونظر إلى لم يجد عليه آثار دم قال لما لم تأتمر بأمر يا سالم قال أصلح الله الأمير لقد سألت الرجل هل صليت الفجر في جماعة قال نعم فالرجل في ذمة الله وما كنت لأخفر ذمة الله فأسكت الله الحجاج وفرك عبد الله من عمر يديه في بعضهم البعض وقال لذلك سميته سالم أو قال قريبا من هذا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الأحباب الكرام بهذه الكيفية وبهذه الطريقة أنت تحاول ما استطعت إلى ذلك سبيل زرع الإيمان في نفوس أبنائك من البنين ومن البنات نعم أيها المبارك فأنت تقول لولدك أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر أي ليلة التمام ليلة الرابع عشر فقال إنكم سترون ربكم من المتكلم إنه رسول الهدى صلى الله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا الصلاة الصلاة اللي قبل طلوع الشمس صلاة إيه صلاة الفاجر واللي قبل غروب الشمس صلاة إيه صلاة العصر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه من صلى البردين دخل الجنة طب ما هم البردين الصبح والعصر الفجر هو برد الليل والعصر هو برد النهار فقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة طيب يعني يصلي الفجر والعصر ولا يصلي الظهر والمغرب العشاء لا يعني من حافظ على هذين الفرضين كان على غيرهما أحفظ بمعنى بمعنى أن الفجر يقوم من دفء فراشه ومن لذة نومه إلى ما هو أحب أليه وهو الله عز وجل ليؤدي فريضا من فرائد الله والعصر يكون عائدا من عمله وقد تناول غداء وقيل وما زال في بداية قيلولته وإذا بالمؤذن يؤذن فانتزع نفسه من الفراش وقام ليؤدي صلاة العصر في جماعة فمن مفقا إلى هذين الفرضين الذين فيهما شيء من المجاهدة سيكون على الصلوات الأخرى كالظور والمغرب والعشاء أحفظ بفضل الله تركتها فبهذه الكيفية تزرع الإيمان فيه أين كذلك بارك الله فيك تذكروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار لن أداة نصب ونفي لن يلج النار لن يدخل النار مين لن يلج النار أحد أحد دي نكره أتت في سياق الناف تفيد العمو الشموط لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها يعني صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كذلك أيضا أنت تقول له يا ولدي هل تحب أن ترى الله أقول لك نعم رؤية الله في الدنيا مستحيلة أي نعم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقه الآية فإذن رؤية الله في الدنيا مستحيلة أما أهل الإيمان سينعمون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم وأنت سمعت الحديث حديث جرير كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدن فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طول الشمس قبل أوروبية أفعل إذن المحافظة على الصلاة في جماعة سبيل لأن تنعم برؤية الرب العظيم الملك القدوس ها هكذا ترغبه والله تعالى بين في كتابه فقال وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها إيه إلى ربها ناظرة والله تعالى قال في كتابه للذين أحسنوا الحسن إيه وزيادة الحسن هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الله سبحانه وتعالى قال إيه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المزيد إيه النظر إلى وجه الله الكريم الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إيه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ماذا يعني يعني أهل الكفر سيحجبون عن رؤية الله عز وجل فمفهوم المخالفة أن أهل الإيمان سينعمون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله الكريم من فضله وأن يمن المنان علينا بالنظر إلى وجه الله الكريم إذن هناك مؤهلات ومسوغات إلى ذلك فإن وفقت إليها من المنان عليك بذلك أيها الأحبة أيها الآباء اهتموا بتربية الأبناء ويكون ذلك من خلال زرع الإيمان في نفوسهم زرع الإيمان في صدورهم زرع الإيمان في قلوبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا وكن قدوة وكن أسوة وكن داعيا لهم بلسان الحال قبل القال وفقا لله وإياكم لمرضاته فإنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على المشير النذير محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته